اهلا ومرحبا بكم مشاهدين من متابعات اخبارية جديدة تتابعون فيها اخر اخبار وتطورات جائحة فيروس كورونا حول العالم وجهود الدول لمحاربة الفيروس وسط استمرار حملة التطعيم في مختلف انحاء العالم وغيرها من المواضيع الاخرى لكن بعد هذا الفصل اذا مشاهدين وبالنسبة لاخر احصائية لاصابات كورونا حول العالم فقد بلغ اجمال مصابين كورونا حول العالم اكثر من 182 مليون مصاب كورونا حول العالم اما بالنسبة لحالات التشافي والتعافي فقد بلغوا اكثر من 167 مليون حالة تشافي وتعافي ولله الحمد بنسبة 91% اما بالنسبة لحالات الوفاء بسبب كوفيد ناينتين مشاهدين فقد بلغت اكثر من 3 ملايين وتسعمائة الف حالة وفاء بكوفيد ناينتين بنسبة 2% اشتركوا في القناة تواصل منصة متى التي اطلقها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقديم خدمتها عبر توفير حجز مواعد المراجعات لدى الجهات الحكومية المنصة تم اطلاقها مع بداية ظهور وباء كوفيد ناينتين والظروف التي فرضتها الجائحة وذلك بهدف التعاطي مع متطلبات توفير الاشتراطات الصحية وتحقيق التباعد البدني بين المراجعين لدى الجهات الحكومية اعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل مئة وست حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا كوفيد نايتين الى جانب تسجيل خمسة الاف ومائتين وواحد وخمسين اصابة جديدة في الساعات الاربع عشرين الماضية وقالت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي بتونس ان العدد الاجمالي لحالات الوفاة منذ ظهور الجائحة بلغ اربعة عشر الف وثمانمائة وثلاثة واربعين حالة فيما اعلنت السلطات الصحية التونسية اليوم تمديد حظر التجول الجزئي في جميع ارجاء البلاد لمدة ستة اسابيع مع التغيير اذا اضطرت لذلك اعلنت شركة مودرن الامريكية لقاحها ضد فيروس كورونا كوفيد نايتين اظهر نتائج واعدة ضد سلالات جديدة من الفيروس بينها متحور دلتا الهندي ومتحورات اخرى ظهرت اول مرة في دول افريقية واضحت الشركة في بيان ان اللقاح انتج اجساما مضادة لسلالات المتحور الجديدة من الفيروس لدى ثمانية اشخاص بعد اسبوع واحد من تلقيهم الجرعة الثانية من التطعيم منبهة ان في الوقت نفسه الى ان هذه النتائج لم تخضع للمراجعة بعد وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بانسل ان هذه البيانات الجديدة مشجعة وتعزز ايماننا بان لقاح مودرن سيظل وقائيا ضد المتغيرات المكتشفة حديثا خلافة للارشادات الصحية الحالية في الولايات المتحدة التي تسمح لمن تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد نايتين بالتخلي عن الكمامات يوصي بعض مسؤولي صحة المحليين باستمرار ارتداء اقنعة الوجه الواقية في الاماكن المغلقة بسبب تفشي متحور دلتا شديد العدوى وحثت ادارة الصحة العامة بمقاطعة لوس انجلوس في كاليفورنيا بشدة جميع السكان بغض النظر عن حالة التطعيم على ارتداء كمامات في الاماكن المغلقة مثل المتاجر والمسارح ومراكز الترفيه العائلي واماكن العمل عندما تكون حالة التطعيم العمال الاخرين غير معروفة ووفقها بيان صادر عن الادارة مع تفشي المتحور دلتا يجب على الجميع التركيز على اقصى قدر من الحماية مع الحد الادنى من تعطيل الروتين حيث تعمل جميع الشركات من دون قيود اخرى مثل المسافة الجسدية وحدود السعة قالت لجهة الصحة الوطنية ان البر الرئيسي الصيني اعطى اكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاحة كوفيد نايتين حتى نهاية اليوم كما افتتح موقع جديد التلقيح في كومينينغ بمقاطعة يونان جنوب غرب الصين ويعد الموقع الاكبر في المقاطعة ويمكنها ان يستوعب اكثر من 10 الاف شخص في اليوم ففي الوقت الحاضر وصل معدل تطعيم الجرعة الثانية في المدينة الى اكثر من 90% قال باحثون ان الجرعة الثالثة المعززة للقاح اكسفورد استرازينيكا تنتج استجابة مناعية قوية مضيفين انه لا يوجد دليل على ان مثل هذه الجرعات كانت ضرورية في ضوء النقص في بعض البلدان كما قالت الحكومة البريطانية انها تدرس خططا لحملة الخريف للحصول على لقاحات معززة لفيروس كورونا وحتى الان حصل ثلاثة اخماس البالغين في المملكة المتحدة بالفعل على الجرعتين من لقاح كوفيد نايتين وظهرت الدراسات سابقا ان الحقنة لها فعالية اعلى عندما تتأخر الجرعة الثانية الى 12 اسبوعا بدلا من اربعة اسابيع قال وزير الصحة الفرنسي اوليفيه فيران لراديو فرانس انفو ان متغير دلتا من فيروس كورونا كوفيد نايتين الذي تم العثور عليه لاول مرة في الهند يمثل الان حوالي 20% من حالات كوفيد نايتين في فرنسا وقال فيران انه يستمر في الزيادة بالنسبة المئوية وليس بالارقام المطلقة لان العدد الاجمالي للحالات يتناقص تم الابلاغ عن 509 حالات مؤكدة جديدة وانخفض المتوسط المتحرك لمدة سبعة ايام للاصابات الاضافية اليومية الى 1819 وهو ادنى مستوى في عشرة اشهر تقريبا وذكر فيران ان متغير دلتا اصبح سائدا بشكل تدريجي كما هو الحال في جميع دول العالم حيث انه اكثر عدوى استمر الطلب على الاكسجين في النمو في اندونيسيا مع ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد نايتين في البلاد وشهد العملاء وهم يزورون متجرا للأكسجين في العاصمة جاكرتا مع ارتفاع سعر الاكسجين ومع اقتراب المستشفيات من الساعة الكاملة يتم رفض عدد متزايد من المرضى ويطلب منهم عزل انفسهم في المنزل بدلا من ذلك مما يزيد من الاندفاع لشراء الاكسجين كما ابلغت اندونيسيا عن تسجيل عدد قياسي من الاصابات اليومية بكوفيد نايتين لاكثر من 20 الف اصابة في الايام الاخيرة في موجود جديد من الحالات التي غدتها ظهور متغيرات فيروسات شديدة العدوى وزيادة التنقل ابلغت بريطانيا عن 22868 حالة اصابة اخرى بفيروس كورونا في اخر 24 ساعة وهو اعلى مستو منذ 30 من يناير من هذا العام وفقا للارقام الرسمية الصادرة كما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة اخرى مرتبطة بفيروس كورونا ليصل العدد الاجمالي للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في بريطانيا الى اكثر من 128 الف حالة وفاة يذكر ان بوريس جونسون اعلم عن تأخير لمدة اربعة اسابيع الخطوة الاخيرة من خارطة طريق انجلترا للخروج من قيود كوفيد 19 حتى التاسع عشر من يوليو وسط زيادة في حالات متغير دلتا الذي تم تحديده لاول مرة في الهند تلقت عن دراس مليون ونص جرعة من لقاح مودرنا من الولايات المتحدة كجزء من التسليم الاولي للجرعات من خلال برنامج كوفاكس الدولي مشاركة اللقاحات الشحنة جزء من 80 مليون جرعة امريكية تعهد الرئيس جو بايدن بمشاركتها مع دول اخرى حول العالم اما بشكل مباشر او من خلال برنامج كوفاكس ففي الاسبوع الماضي وضع البيت الابيض خطته لمشاركة 55 مليون من اصل 80 مليون جرعة لقاح لكوفيد 19 في الولايات المتحدة على مستوى العالم مع تخصيص مايقروب من 75% من الجرعات لامريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واسيا وافريقيا انتهاء هذه الفترة الحرجة ورفع الاجراءات الاحترازية وغيرها من الاجراءات الاخرى يعتمد على التزامنا بتعليمات والارشادات الصحية بمكافحة فيروس كورونا والتطعيم الحل الاقرب الذي سيقودنا الى بر الامان باذن الله والخروج من هذه الجائحة باسرع وقت ممكن وعودة الحياة الى طبيعتها مرة اخرى باذنه تعالى دمتم بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة